اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أهلا وسهلا بكم اليوم إن شاء الله نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إقناع الناس بالبعث والنشور وهذه قضية دائما حاضرة بقوة يعني فكان بعض المشركين من القضايا التي رفضها المجتمع القرشي قضية التوحيد وقضية الإيمان بالبعث وقضية النبوة والرسالة وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس ما هي الأساليب التي استخدمها لإقناع الناس بالبعث والنشور نجد إن مثلا أمي بن خلف يأتي بقطعة من العظم ويقول من يحيي هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله يحييها وثم يميتك ثم يدخلك النار ونزل قل بعض العلماء قالوا العاص بن وائل هو الذي ناقش وجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فنزل قل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا منه توقدون إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فتجد أن الآيات بينت أن النشأة من لا شيء قادر الله سبحانه وتعالى أن ينشئه من النشأة الثانية وضرب المتضادات وأيضا بالاستدلال بالسماوات والأرض فكانت أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في إقناع الناس بالبعث يعني هي على نهج الأنبياء والمرسلين وكانت في القرآن الكريم واضحة إن مثلا الحكمة في البعث قول الله تعالى لما قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أيضا من الأدلة أيضا الاستدلال بالآيات في خطاب الله سبحانه وتعالى جمعة أدلة عديدة استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن كنتوا في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم بيّن كيف إنسان يكون طفل ثم بعد ذلك يكون شاب وكيف بعد ذلك أن الله يتوفى وضرب الله الأمثلة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش فالآيات ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار الناس بإخبار الله للبعث وللحساب من خلال الآيات القرآنية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون موضوع البعث في داخل الإنسان في داخلها في أعماقة في أشواق روحية دائما تسعى في اشتشعار أن الإنسان ليس نهايته بالموت وإنما هناك عالم آخر تشتاق إليه الظروح وهذا يغذى من خلال الخطاب القرآني والخطاب النبوي وخطاب الفطرة والعقل الراجح وإنما هو نوع من العناد ونوع من الاستكبار ونوع من الجحود فكانت أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الخطاب العقلاني بالقرآني والخطاب المنطقي والخطاب الوجداني ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة بإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير وأيضا الأمثلة التي ضربت في القرآن الكريم فيما يتعلق بقصة سيدنا موسى سيدنا إبراهيم ولم تؤمن قال ولكن ليطمئن قلبي وكيف أخذ الأربعة من الطيور وقطعهن واجعل على كل جبل منهن وكيف أن الله قال له دعوهن يأتينا كسعية وأيضا قصة أصحاب الكهف أيضا من الأشياء التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا قصة البقرة مع القتيل من بني إسرائيل أيضا من الأساليب التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبعث وإن كان بعض الناس يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر في الحقيقة هي هذه الشبهة شيطانية لابتعادهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى فأصبحوا في قادهم إبليس نحو التشكيك في هذه القضايا الكبرى لأن قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ففي الحقيقة من الأساليب التي استخدمها إبليس للتشكيك في قضية البعث ولهذا وقع الكثير في شباك إبليس فجاءت دعوة الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم لتذكير العقول وأيضا خطاب الفطر السليمة في أعماقها والقلب الإنساني بأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقول الله تعالى آيات كثيرة في هذا المعنى معنى الإيمان بالبعث فاستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ أن رب العالمين أخبر عن البعث واستخدم خطاب الحكمة وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وضرب الله سبحانه وتعالى الأمتلة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأرض الميّة الموات والبوار كيف يحييها الله من جديد واستخدم أيضا الخلق الإنساني من العدم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فهنا لحظة زمنية كان فيها العدم كيف تكفرون بالله ثم بعد ذلك أحيانا كيف أحيانا الله ثم يميتنا ثم يحيينا ثم إليه ترجعون فخطاب عقلي وخطاب منطقي وخطاب مجداني منزوج بأدلة قرآنية قوية في إقناع الناس بالبعث والنشور بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونحيل الخطاب لإثراء هذه الموضوع العظيم والحساس والذك من أركان إيماننا للمشايخ ونبدأ بفضيلة الشيخ علي القردان بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم حينما نقرأ ونتشرف بقراءة القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أولى عناية قصوى جدا بقضية الجنة وقضية النار هذا الاهتمام الكبير حقيقة ليس من بابي مجرد الوصف فقط وإنما من بابي دفع الإنسان نحو الصلاح وزرع خوف الله سبحانه وتعالى داخل قلبه حتى يكون صالحا ولذلك يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلين من يؤمن بالآخرة كيف يعمل ومن لا يؤمن بالآخرة كيف يعمل فبالنسبة لمن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يؤمن بالآخرة حتى ولو آمن بالله مثلا فيقول أرأيت الذي يكذب بالدين يعني الدين هو يوم القيامة فذلك الذي شف تصرفاته تظهر تصرفات عدم الإيمان بيوم القيامة فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين وكذلك في الأخير ويمنعون المعون معون الأصل الحقيقة المعونة أي شيء فيها عون للإنسان أو للحيوان أو للبيئة يدخل في كلمة المعون كلمة شاملة وكما قيل أيضا لها ثلاثة عشر معنا لكن تجمعها المعونة الشاملة للإنسان والحيوان أما الذي يؤمن بالآخرة شفوا يظهر هذا الإيمان في تصرفاته في الدنيا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا بعد ذلك يتحدث هؤلاء أنهم يرجون هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى ويرجون الجنة إذن الجنة من أعظم الدوافع لإصلاح الإنسان من أعظم الدوافع وكذلك الإيمان بالنار من أعظم الدوافع لمنع الإنسان من المحرمات والمعاصي الإنسان المسلم حينما لا مؤخذ يرتكب أو يريد أن يرتكب يتذكر أن الله سيحاسبه هناك القبر وهناك الآخرة وبتالي يدفعه إلى العمل الخير والأمر الأخير الذي يريد أن نتحدث عنه قضية الجنة والنار من القضايا التي تفاصيلها غيبية ويختخضع هذه التفاصيل لميزان الوحي لا يمكن أن توصف الجنة بأي صفة بالمناسبة بعض الناس يتساهلون في بعض الأحاديث الضعيفة ما يتعلق بالجنة ما يتعلق بالنار ما يتعلق بعالم الغيب يجب أن تأخذ هذه المعلومات من الوحي الصحيح لأنه لا أحد يعلم بهذه الأمور الغيبية إلا الله سبحانه وتعالى ولكن يدل على وجود ذلك كل هذه الأدلة التي ذكرها فضيلة الشيخ علي وهناك أدلة أخرى كثيرة جدا وهي هذه المراحل التي نحن نشاهدها في الدنيا في كل شيء النباتات كيف تنبد وكيف تكبر وكيف تتجمل ثم بعدين كيف تصفر ثم كيف تنتهي ثم تذروها الرياح هذه هي حقيقة مرحلة الحياة نحن نشاهدها في كل شيء ولكن تفاصيل الآخرة بجنتها وجحيمها كل ذلك يخضع للوحي فقط وليس للأقل أي قدرة على أي تفصيل يتعلق بعالم الغيب هذا والله أعلم بارك الله فيك فضيلة الشيخ علي وننتقل لدكتور نور الدين ليثري الحلقة والنقاش شكرا لكم جميعا انطلق من مرة من المرات في تونس بين الجامعة ووزارة تعييم العالي في ترقية فضبطت أجال زمانية فعند اتصالنا بالوزارة قلنا لهم هذه الأجال نتقيد بها فيها شوي مرونة لزيادة يوم أو يومين قالوا هي أجال تحفيزية هي أجال لتحفيز اللجنة من أجل إنجازه في الوقت لكن إذا تأخر الموضوع يوم واليومين ما في مشكلة لذلك أقول بأن يوم القيامة وهو أجل الله سبحانه وتعالى هذا الأجل الكوني الأكبر هو أجل تحفيزي بمعنى أنه أجل يحفز الناس من أجل الاستعداد لهذا اليوم الموعود هذا اليوم الكبير العظيم يوم القيامة أو يوم الحساب أو يوم الجزاء أو يوم البعث من أجل أن يصلحوا أوضاعهم ويطوروا شأنهم ومن أجل أن يقيموا مراد الله عز وجل في خلقهم وهو العبادة كما جاء ذلك مجملا في آية قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ لذلك نقول بأن عقيدة المسلمين العقيدة الإسلامية أن هذا الوجود الكوني هو وجود دنيوي ووجود أخروي الوجود الدنيوي هو الوجود الحياة الزماني الذي نحن نعيش فيه الآن لذلك أيضا نقول بأن الدنيا هي الوعاء الزمني لمحصول الآخرة فالدنيا زمان للإنتاج للعمل للإجتهاد للصبر للثبات للذرية للاقتصاد للتنمية للدولة العادلة الراشدة للجمعية الخيرية لبرامج التعليم لإعلام حر مسؤول شريف إلى آخره فهذا هو بالنسبة إلى الدنيا ونحن محفزون والحمد لله بهذه العقيدة بمعنى أننا مدعوون ومحملون على أن نضاعف العمل وأن نحسينه إن الله لا يوضيع أجل من أحسن عمل وكذلك نحن مطمئنون بهذه العقيدة فهذه العقيدة إذن لها حكمتين كبيرة حكمة التحفيز والحث على العمل والإنجاز وحكمة الطمأنينة والسكينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بالذكر لا تطمئن القلوب فضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم من أهم الأسئلة التي تثار في عصرنا الأسئلة الوجودية الثلاثة أو المركزية وهو سؤال من خلقنا سؤال من أنا سؤال إلى أين وهذه الثلاثة الأسئلة هي التي يدور عليها ويقوم عليها الإلحاد اليوم والتشكيك في عقيدة أجيالنا بمختلف الوسائل الإعلامية وبالسوشيل ميديا وفي المواقع استدعاني أحد الآباء اللي يقول لي أنا أريدك شيء مهام هو في الحقيقة أنا لا أعرفه شخصيا ولكنه يعرفني عن بعد فأتيت إلى بيته وفإذا هو عنده الولد ولد في الإعدادية أو في الثانوية وهو يريد أن يؤثبت له أمورا قاطعة من الشريعة الإسلامية وإذا هو يميل إلى النظريات الإلحادية فجلست معه جلسة طويلة من النقاشات لأجيب له على هذه الأسئلة الثلاثة الولد كان يبحث عن الحقيقة لأن هناك أنواع من الإلحاد إلحاد عنادي وإلحاد ناتج عن البحث عن تمويل يبحث نفعي إلحاد عنادي وإلحاد نفعي وإلحاد نديجة لشبهة فنحن نرى ما هي مثارات هذا الإلحاد فإن كان عناديا ناظرناه من هذه الجهة العنادية وإن كان نفعيا ناظرنا إلى مشكلته لأن منهم من يغرر به بوسط المنظمات الدولية المنظمات الدولية التي ترعى المواهب والتي تبدو للأموال ويشترطون مع ذلك عليهم اشتراطات معينة بعد ذلك تؤدي إلى الإلحاد وقد تؤدي إلى إنكار الثوابت أما بالنسبة للإلحاد هذا الولد أو الشكوك الذي كانت فيه فهي كانت نتيجة للشبهات وللتواصل بهذا العالم الكبير البحر الكبير وهو العالم التواصل الاجتماعي فكنت يا إخوة كلما ذكرت له آية من آية الله وبرهان من براهين الله يتنور وجهه يتنور وجهه وينعكس ذلك على تصرفه كان يريد الحقيقة فما خرجت بفضل الله سبحانه وتعالى إلا وقد تراجع عن هذه الفكرة الثلاثة الأسئلة هذه هي أسئلة محورية لذلك في أول ما أنزل الله اقرأ أجاب عنها السؤال الأول اقرأ باسم ربك امتات؟ فقد أجاب الله سبحانه وتعالى عن هذا السؤال في أول آية ثانيا الخلق ربك الذي خلق فهو اثبت له الخلق وهذا أقوى دليل لأنه لا يوجد خالق إلا هو سبحانه وتعالى قد يعاندك في الربوبية يعاندك في الألوهية يعاندك في الحاكمية لكن الخلق تحدهم بالخلق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ذكرها سبحانه وتعالى الوحيدة ذكرها في هذه الصورة ثم ذكر خلق الإنسان خلق الإنسان من علق فأجاب عن السؤال الثاني أجاب عن السؤال الثالث في مطلعها كذلك قال كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى حينما قرأ نعمة قراءة خاطئة إن إلى ربك الرجعة فأجاب عن السؤال الثالث وأشار إلى دوره في محاربة الطغيان أقول قولي هذا واستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عقيدة البعث بعد الموت عقيدة مركزية في هذا الدين وفي الديانات السماوية كلها وعلى أساسها ينبني كل ما يشرع في الحياة وكل ما يتحدث عنه بالآخرة فإذا لم يؤمن الإنسان بالبعث لا يمكن أن يؤمن بجنة ولا بنار ولا بحساب ولا بعقاب ولا بجزاء ولا يمكن أن يعمل أيضا لما بعد الموت وهو موقن أن الموت هو النهاية ولذلك جاء في القرآن سبعمائة وستون آية مثبتة للبعث بعد الموت سبعمائة وسبعة وستين آية مثبتة للبعث بعد الموت هذه الآيات بعضها تركز أدلة كبرى مثل ما افتتح به الشيخ في خواتم سورة ياسين التي تقرأ على الموت يقرأ ياسين على موتاكم أي المحتضرين ووجه ذلك أن فيها سبعة أدلة في خاتمتها عن البعث بعد الموت فيكون هذا حاضرا في أذهان المحتضر أنه سيبعث وأن هذا ليس نهاية مشواره وطريقه ولذلك فيها قضية الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية قضية الاستدلال بخلقه الأكبر على الخلق الأصغر وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخرق مثلهم قضية الاستدلال بأخراج الضد من ضده فإخراج النار من الشجر الأخضر حجة وقضية الاستدلال بقدرة الله وقضية الاستدلال بعلم الله الشامل وقضية الاستدلال كذلك بأنه خلقه ليس كخلق العباد خلقه ليس فيه تفاوت إنما عمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذه الأدلة السبعة هي من أهم أدلة البعث بعد الموت كذلك فإن البعث بعد الموت جعله الله سبحانه وتعالى نعم من الغيبيات كما أشار فضيلة الشيخ أبو خالد الآن لكن مع ذلك الغيب له تواصل ولو كان في جزر محدودة مع عالم الشهادة فيطلع الله العباد على بعض الأمور المتعلقة بالغيب لأنه مما يصدقون به ويزيدهم إيمانا ويقينا كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم في الآية الأخرى لا في الآية الأخرى قال وفي أنفسكم في آية الذاليات قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم من ما توعدون فأرانا الله الآيات في الكون وفي أنفسنا لأن هذا الكون كتاب منظور وهذا القرآن كتاب مستور ويتآذر الكتاب المستور والكتاب المنظور حتى تتحقق هذه العقيدة الصحيحة ولذلك أرانا الله سبحانه وتعالى في هذا العالم عالم الشهادة بعض الأمور التي تدل على البعث بعد الموت منها ما ذكرتم من إحياء الأرض بعد موتها ومنها ما يتعلق بالإحساس النفس العجيب الموافق للفطرة عند المقابر يحس الإنسان إذا كان في خلوته بوحشة ويحس برعب كان أهل الجاهلية يستحضرونه وحتى أن الشاعر يقول لزويته أن أحللت وكنت جد جد فروقة بلدا يحل به الشجاع ويفزع يكون ذلك مقتضن من الناس للإحساس بعالم آخر والإحساس بأن هذه القبور ليست نهايات لأن ما رأى شيئا ولو تلتقي أرواحنا بعد موتنا ومن بيننا رمسينا من الأرض سبسبوا لأولى صدى صوتي وإن كنت رمتا بصوتي صدى ليلا يهشوا ويطربوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحسن ختامنا صلى الله وسلم وعلى نبينا صلى الله وسلم بارك الله فيكم جميعا نصر الله حسن الختام لنا جميعا والمساهدين إن شاء الله وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 رحمة الله وبركاته شكرا